مرحبا بك سيد عماد بداية هل هناك مناطق رخوة أمنيا في حدود كردستان وما هي الثغرة التي اعتمدها تنظيم داعش في هجومه الإرهابي هذا على مخمور تفضل نعم بداية تحية لك والمشاهدين قناتك ولكيحة كارم هذه المناطق منذ 2017 هي مناطق رخوة وهشة وفيها خلايا داعش تظهر وتعمل بين الحين والآخر ومنذ 2017 حد اللحظة طالبنا وندينا كثير كثير من المرات أنه أولا خطر داعش لا زال مستمرا داعش يشكل خطر مباشر على كل هذه المناطق وكل العراق وقليم كردستان ولا حياة لمن تنادين وكذلك طالبنا أنه يكون هناك إنشاء قوات مشتركة بين قوات البيشمرقة والجيش الاتحادي لملء هذه الفراغات التي تحدث فيها الحوادث تقوم بها داعش بمهاجمة المدنيين تارو ومهاجمة القوات الأمنية ومهاجمة المارة والسيارات والشاحنات وإلى آخره ولكن للأسف الصراعات السياسية وقسم من الأحزاب في بغداد بداعي أنه لا يجوز عودة الفيشمرقة إلى هذه المناطق بعد 16 أكتوبر أو بعد 2017 هذه من جعلت هذه المناطق تبقى يعني شيء لا يعقل قسم من هذه الأحزاب تفضل وجود وبقاء وظهور داعش وتقوم داعش بعملات استباقية على أن تكون هناك قوات أمنية عراقية مذكورة بالدستور البيشمرقة تمسك هذه الأراضي لذلك بين الحين والآخر من خانقين وهذه المناطق إلى شنغال هذه المناطق معرضة لخطر داعش بين الحين والآخر وللأسف كل فترة تقوم داعش بعمليات ويروح فيها ضحية تارة مدنيين وتارة قوات أمنية أي أن كان من البيشمرقة أو من الجيش العراقي طيب سيد عماد المنطقة التي شهدت الهجوم الإرهابي هل هي من ضمن الإدارة المشتركة يعني بين المكز والأقليم أم فقط ضمن مسؤولية البيشمرقة لا لا المنطقة التي حصل فيها الهجوم من قبل العصابات داعش هي منطقة مشتركة هي منطقة هذه المنطقة دعيني أقول الفراغ ما بين قوات البيشمرقة وقوات الدفاعية العراقية قوات داعش قامت بسطو أو غارة إلى على قرية ناس مدنيين والبيشمرقة ذهبت لإنقاذ وملاحقة هؤلاء وتبين أنهم قد وضعوا كمينا لقوات البيشمرقة لذلك ذهب ضحايا من المدنيين ومن البيشمرقة من عائلة واحدة استشهد ثلاثة إخوة من عائلة واحدة من قوات البيشمرقة لذلك هذا الفراغ بحد ذاته الأمني ما بين قوات البيشمرقة وقوات العراقية هذا الفراغ خطر يتواجد يستغله وداعش بين الحين والآخر ويتحرك في هذه الفراغات بأريحية خاصة المناطق الوعرة سيد عماد من المسؤول عن هذا الفراغ الأمني الذي ذكرته بين قوات البيشمرقة والأمنية العراقية من المسؤول عن هذا الفراغ الحكومة الاتحادية منذ 2017 أو بعد 16 أكتوبر من بداية 2018 كانت هناك وفود من قبل الأركان ووزارة الدفاع إلى وزارة البيشمرقة وعينة نقاط وغرف عمليات ونقاط وجيش على تشكيل قوة مشتركة تمسك هذه الأرض لأنه لديهم علم أن هذه الفراغات خطرة جدا على قوات الأمنية وعلى المناطق ببصورة عامة ولكن هناك إرادة في بغداد كانت تمنع إنشاء هذه القوة المشتركة في الآمنة الأخيرة تم إنشاء لواء واحد مشترك أو لواءين لسد الفراغات الأمنية في مناطق قامت الدنيا ولم تقعد من كثير من جهات حزبية كيف البيشمرقة يأتون إلى هذه المناطق علما أن البيشمرقة في هذه الألوية بزي موحد وأوامرها من بغداد ولكن الديماغوجية التي عند بعض الأحزاب التي يريدون ويفضلون وجود داعش في هذه المناطق على وجود البيشمرقة من هذه الإدارة أو الأحزاب هل لك أن تذكر لنا كان بمقدورك سيد عماد كثير 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 من الأحزاب كثير من الأحزاب في كاركوك هناك أحزاب عربية وترقمانية وكثير من الأحزاب الشيعية في بغداد كانت ضد أنه تكون هناك عمليات مشتركة وهناك تقارب مشترك أمني بين قوات البشمرقة والجيش العراقي وتطبيق النظام ومن ضمن كل هذا ما ذكرته اتفاقية سنجار خير دليل اتفاقية سنجار بمطلب وموافقة الحكومة التحادية مع حكومة قليم كردستان هي أيضا تنهي هذا الخلل الأمني موجود في مدينة شنغال وتؤمن عودة النازحين إلا أن هذه الجهاد تقف بالضد من تطبيق هذه الاتفاقيات الأمنية لا أدري لمصلحة من ولكن كل ما هو واضح أنهم يفضلون وجود بقايا داعش وفلول داعش على وجود البشمرقة في هذه المناطق وبسط الأمن هذه المناطق يا سيدتي مناطق وعرة أيام قبل داعش كان أيام القاعدة وتنظيم القاعدة البشمرقة كان لديهم روابط وكماء ليلية يسيطرون على كل هذه المناطق ولم تكن هناك خروقات بهذه الأحجام للأسف بعد 16 أكتوبر وبعد انسحاب قوات البشمرقة وقدوم قوات عراقية ومنها ألوية الحشد هذه المناطق بالنهار بيد القوات الأمنية العراقية الحشد والجيش ولكن في الليل ينسحبون هذه المناطق تكون مسرح عمليات لقوات داعش تسرح وتمرح بأريحية نعم سيد عماد يعني ما الخطر إذن أو ما حجم الخطر الذي يشكله داعش بحسب تقديرك على رغم ما ذكرته بأن هذه المناطق ستتعرض كل بين حين وآخر إلى هجمات داعش يعني والتنظيم بحسب خبراء والعسكر أيضا يعيش أضعف حالته الآن يعني أولا خطر داعش مستمر لأن داعش فكر وليس خلية أو فصيل أو جهة داعش فكر خطر داعش مستمر ناهيكي عن وجود متمردين ومسلحين من داعش في هكذا مناطق وعرة يعني يهدد الكل يهدد أقليم كردستان ويهدد الجيش العراقي ويهدد الحج الشعبي ويهدد الناس المدنيين الأبرياء ضمن سكان هذه المناطق أو هذا الشريط الحدودي ما بين ناقليم كردستان وباقي المدن العراقية فلذلك يجب أن يكون هناك قوة مشتركة أو عمليات مشتركة واسعة وعازمة على تطهير هذه المناطق من بؤر داعش لأنه هذا ليس حلا أنه كل ما هاجمت داعش تصدينا لها في هذه الحالة داعش سوف يوما بعد يوم تتقوى على قوات البشمرقة وعلى قوات العراقية وتأخذ من المناطق التي موجودة فيها دعيني أقول أماكن حصنة لا يستطيع أحد مواجمتها في المرحلة القادمة ولكن أنها أنه يكون هناك عمليات واسعة مشتركة من قبل الجانبين وليس من الجانبين فقط قوات البشمرقة والقوات العراقية وإنما مع قوات التحالف أيضا لتغطية جوية والمعنمات الاستخباراتية وتنظيف هذه المناطق من سنجار وإلى خانقين وضحت السورة من هذه البؤر من هذه البؤر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد عماد باجلان شكرا لك ترجمة نانسي قنقر